السلام عليكم اشتركوا في القناة ان شاء الله في الفيديو النهاردة هنبدأ انا عرف ما بعض ازاي ابدأ استخدم عشان اعرف ايه هي متطلبات الكود للحماية بداخل المشاريع المختلفة هنيجي نبص ما بعض تقدر هنا في الجنرال داتا تدخل بعض الداتا الخاصة بالبروجيكت زي البروجيكت نامبر البيلدنج نامبر البيلدنج نامبر البيلدنج نامبر اللي هي لو نسميها الجنرال داتا بعد كده عندنا هنا الامبوتس او الدااتا اللي انت هتختارها عشان تبدأ تحدد الريزلت بتاعك او ايه هي اشتراتات الكود للحماية للبروجيكت السمبل بتاعتها اللي باللونر وباما ديت بتكون سيليكشن امبوت يعني داتا بيتم اختيارها فعلى سبيل المسال حالة اللي بتقول انا عايز اعرف ايه هي اشتراطات الكود لايه? هل ليه ولا ولا اللي هي تفقات الحارية اليدوية? فعلى سبيل المسال لو انا قلت ايه هي بيبدأ يدي لك الامثلة بتاعت الايه? دوت. طب لو انا جيت غيرت يقول لك زي كزا. لو انا جيت غيرت من هنا فكل ما بغير بيدينا عليه ايه? بيدينا عليه طيب لا يا هندسة انا مش عايز ايه هندسة تقولي لا انا عايز اعرف ايه هي اشتراطات الكود للرشاشات مسلا. فاختار من هنا يبدأ يشرح لك بقى. يقول لك لو انا جيت غيرتي هندسة قلت ان انا عايز اعرف ايه هي الجزء الخاص بالستاند بايب او بالكبايب. يوضح لك يقول لك كنا مسلا بالسكشن خمسة خمسين بوينت فور. قال لك. واحد من اللي تندول لو اتحقق يبقى لازم يكون عندك كبايب من كلاس اون. زي ايه? قال لك يكون في اكيباكل اريا مساحة مأهولة بالسكان. او يكون عندك او 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 تسعة متر الاعلى او لاسفل من الدور اللي هو الدور اللي يحصل منه لطفيات او لعربيات الاطفاق ساعتها تحتاج الكباية جميل طيب كمان جيت اخترت تاني بدل اخترت مسلا زي مسلا ايه اخترت يدي لك الداتا بيقول لك ان كذا وكذا يحبق عبدال ده في الكود وهدت تحتاج بكل بساطة جميل طيب لو انا اخترت دوت ويقول لك كل الداتا تاعت مين بس بنلاقي حاجة مهمة قوي بيقول لك ان دسا تايما هنقول بيقول لك خمس وخمسين ثلاثة وفي الطفيات وفي الجزء الخاص بالكباية بتلاقي خمس وخمسين مين دول بقى هنلاسا يقول لك دول حاجة اسمها لو جيت دخلت عليها كده هنلاقي في جزئتين مهمين جدا اول حاجة عندنا الجزء الخاص بخمس وخمسين بوينت اربعة ده خاص ب خمس وخمسين بوينت ات ده خاص ب خمس وخمسين بوينت ستة ده خاص ب اللي هي تفاقات الحريق المحمولة او الادواء طيب ايه اللي السرطات الجنرال الخاصة بالستاند بايب او بالكباية قال لك هنا هنلاسا لو اي حالة من الاربعة دولة تحققوا لازم يكون عندك كباية كلاس وان بشكل عام في اي بروجيكت قال لك لو لو اربعة طوابك او اكتر قال لك او او خمس وستاشر متر يعني لو عندك ارتفاع المبنى بتاعك تجاوز الخمس وستاشر متر يعني اما اربع ادوار او ارتفاع وتجاوز الخمس وستاشر متر قال لك او ان البلدنج از مور زان وان ستوري بيلو جريد يكون المبنى بتاعك مكون من طابقين اسفل الجراون يعني مكون من اتنين بادروم او يكون المبنى في بادروم واحد بس بس عمك وتجاوز الستة متر قال لك يعني اعيز يقول لك المبنى بتاعك لو ارتفاعه اكتر من خمس تاشر متر او عمكه كبادروم اكبر من ستة متر هتحتاج كباين كلاسون ولو المبنى بتاعك مكون من اربع طوابك فوق الارضي او دورين تحت الارضي كبازمنت برضى هتحتاج للكباين طيب بالنسبة للرشات جيت دالك الاتا الخاصة بالرشات general in the project قال لك اما NFBA 13 الخاص بالرشات او NFBA 13 الخاص بالرشات في الريسدينشال او NFBA 13d اللي هو خاص بالرشات بالرشات في الريسدينشال او ده معنى ايان دسا معنى نقول لك بشكل جنرال خلي بالك من التشغيل تبقى لتال اكواد دول لان ديه التالة اكواد الخاصة بالتصميم لموزومة الرشات التركي طيب جينا اوضح لك بعض الداتا مهمة جدا قال لك بالاوتوماتيك اسبراغلر سيستم ديه داتا خاصة بالسيستم اللي هو اسمه سيستم الرشات وهنبدأ نتعرف على ايه هي الوتر في لغو ايه هي الكونترول فالف اللي بتكون موجودة في كل دور قال لك لو انت عندك بيزمند بي اكسيد الالفين وخمسميت فيت مربع او متين اتنين وتلاتين متر مربع فهنا قال لك هنا تكلم على مساحت الدور ما تكلمش على ارتفاعه يبقى انا هنا بشمسين ببدأ احدد الاحتياج الخاص بالمشروع من الكباين والرشاشات بناء على الفي ايه والنف بي ايه جنرال رولز باختار بتاعت البروجكت عندي وبشوف اللي انا محتاجها ازا كان رشاشات او كباين او طفيات وبناء عليها لو لقيت المشروع بتاعي مش محتاج منظومة رشاشات مسلا خلاص بشتغل بالطفيات مع الكباين بس لو لقيته مش محتاج مسلا كباين بشتغل رشاشات مع طفيات وكزلك ممكن احتاج الاتنين مع بعض عادي جدا ما فيش اي مشكلة ده كله بيتام تحديده تبقى للكود المحلي للبلد وبكاري شنسين نكون خلصنا بعض الجزئية الخاصة بتحديد من منظومة الاطفاق المطلوبة بداخل المشروع شكرا لكم شنسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته